اشتركوا في القناة من قومه ويأتي برجال إلى جبل الطور ليكلمه وينزل عليه الكتاب ذهب موسى إلى جبل الطور وترك أخاه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين واستودع قومه وذكرهم قبل أن يذهب وأن هذا الآن الذهاب مؤقت كلها أصلاً كانت إيش أربعين يوم هو سيعود إليهم بمجرد ما غاب موسى ظهر السامري أخذ قبضة من أثر الرسول يعني من جبريل كان قد خبأها هو لمح لمحة لمح أثر حافر فرس جبريل وهو يأتي لموسى فقبض منه قبضة وخلىها عنده لما راح موسى صنع عجلاً من ذهب من حلي كانت بني إسرائيل قد أخذته واستعارته من القبض ونبذ فيه من القبضة شاء الله عز وجل أن يكون لهذا العجل الذهبي معبود بني إسرائيل أصلاً هذا له صوت قدم السامري بكل بساطة هذا العجل لبني إسرائيل على أنه هو الإله المعبود وأن موسى ذهب يبحث عنه فأضله ولكن هو عندنا هنا قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ليش؟ قال لهم سامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى نسي وراح يدور على إله في مكان ثاني قال ابن قيم رحمه الله ومن تلاعب الشيطان بهم عبادتهم العجل من دون الله وقد شاهدوا محل بالمشركين من العقوبة والأخذ الرابية ونبيهم حي لم يمت وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار ويدقوا بالمطرقة ويصطو عليه بالمبرد ويقلبه بيديه ظهراً لبطن هم شاهدوا صنعة الإله أمامهم هذا الإله المزعوم ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوا إله موسى فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعاً عن نفسه بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل فجعلوه إله كليم الرحمن ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالاً مخطئاً فقالوا فنسي قال ابن عباس أي ضل وأخطأ الطريق وفي رواية عنه أي إن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه إغاثة اللهفان لما رجع موسى إلى قومه وقد علم بوحي من الله ماذا فعلوا غضبان أسفاً قال بئس ما خلفتموني من بعدي بئس ما خلفتموني من بعدي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة